القبائل العراقية والعشائر العراقي تم تلك كمية كبيرة من الأسلحة وأنه ليك أسلحة مدفونة هذه الأسلحة كلها كانت للجيش السابق يعني بعد 2003 كان هناك انتشار كبير للأسلحة وهذه الأسلحة تم اغتنامها من قبل العشائر ومن قبل الجوالة وغيرها وتم تكديس هذه الأسلحة بكميات كبيرة جدا لذلك اليوم الأسلحة منتشرة بالعراق ولا يجد هناك ضبط لكمية الأسلحة بالعراق يعني احنا نتحدث حتى في العاصمة بغداد يعني هناك مناطق في العاصمة بغداد هي خارج سلطة الدولة وتبيع الأسلحة بالشارع وغيرها وهكذلك هو أقع الحال بالمحافظات لذلك اليوم يحتاج أن هناك يكون ضبط يكون هناك فرض للقوة يعني اليوم واصلتها يتعتبر عمليان أعتقد هي عملية تاريخية لضبط عدد بهذا الشكل والقال قبض عليهم لضبط المنطقة لكن هناك بعض المحافظات لما يحصل نزاع عشار يكون هناك انفلات لا يكون هناك سيطرة وكذلك حتى ما يسمى بالسناء العشائرية وغيرها هناك تجاوز على السناء العشائرية يعني القبائل العريقة والمعروفة تمنع قضية الدق العشائري وهناك تعاون مع الحكومة لكن هناك قبائل قد دخلت وقصبحت دخيلة هناك بعض الشخصيات يدعون أنهم شيوخ عشائر وغيرهم هم دخلاء على هذه قد دمروا اسم القبيلة ودمروا اسم الشيوخ ودمروا اسم العادات والتقاليد وأصبح هناك متاجرة بأرواح الناس اشتركوا في القناة